طيب خلينا نقول صدر القانون الأوروبي التوجيه الإسبام عليه التعديل حدود الكربون وفي اللايحة الأوروبية قالت إن لو أنا المشغل من بلد سالس اللي هو المصدر اشترى شهادات كربون في بلده هيتم خصمها من شهادات الكربون الأوروبية في حالة إنه مش موفي المعايير الأوروبية في تخدير المنتج أو الانبعاثات أو سقف الانبعاثات الأوروبية لأن هنا هيعملني زي الـ ETS الأوروبية تبادل الانبعاثات هيشوف المنتج اللي بصدره في الست سلع الأسمنت الحديد الأسمدة الألمونيوم الكهرباء الهيدروجيني الست سلع دول لو ما حققتش نفس الدرجة اللي بيتحاسب بيها الأوروب في سقف الانبعاثات هتدفع شهادات كربون فهنا هيقدر يخصم لك شهادات الكربون منها إن كنت مستوفي للمعايير الأوروبية فهنا دي استفادة إنك أولا هتحافظ على الحصة السوقية لك في الأسواق العالمية وممكن تقبى فرصة كمان إنك تزود حصتك السوقية في الأسواق العالمية وننتهز صدور هذه القوانين الأوروبية والمعايير الأوروبية إن إحنا نزود بها حصتنا السوقية ودي مشكلة بتواجه هدوة للعالم السالس في التصدير فموضوع سوق الكربون الطوعي قدر إن إحنا يدخلنا جوة شعاع الأمل إن إحنا نحافظ على الشريحة السوقية وممكن ننتهزها كفرصة ونعلش الشريحة السوقية لنا كمنتجات مصرية في الأسواق العالمية طيب إيه الدور بقى اللي بتلعبه أليسكو منظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة اللي هي على وزن يونسكو اللي هي في الأمم المتحدة يعني والله إحنا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم دي إحدى أجهزة جامعة الدول العربية خاصة بالتربية والثقافة والعلوم فبتحط مبادئ وعلوم من خلال الكراسة العلمية ومن خلال المعاهد للإليكسو في الدول العربية إن هي بتنمي وتطور وتعمل ديفولوبينج تماشيا ومواكبة الأحداث المناخية الحالية من خلال كرسي البصمة الكربونية والاستدامة عاملين كباست بيلدنج إن إحنا عاملين بناء قدرات للشركات علشان يعملوا تخفيض للإنبعاثات يحسبوا بصمتهم الكربونية إزاي نقدر نعلم بفي أخ الصائف كل مصنع لحساب البصمة الكربونية عشان ما تزدش إنبعاثاته البصمة دي اللي هي هو بينتد قد إيه وبيبعث قد إيه إمبعاثات ضرّة طبعا وبالتالي إنه يتواكب مع الحياد المناقي عشرين خمسين ويقلل منه من خلال ما هو إمتى أنا بشتري أفسد الشهادات دي لو أنا إمبعاثات زيادة بضطر أشتري شهادات كربون عشان أخفض بها إمبعاثات دي إحدى طرق تخفير الإنبعاثات هي شهادة الكربون اللي أنا هشتريها ملاهاش دعوة بالمكان بتاعي لكن هي بتقول إن أنا بدفع قدام أنا بطلع في الجو كتير أنا حاولي ساعتك ده واحد خفض كربون أنا ديته الشهادة دي في صورة فلوس فهو خفض بالنيابة عني خفض بالنيابة عني يعني أنا بدفع قدام الإمبعاثات الدرة اللي أنا بطلعها بزيادة بالضبط فهو بيستخدمها في عمل مشروع الكربون صحيح اللي هو تخفيض الكربون يتوسع في نشاطه اللي هو اللي شطر فيه ده بالضبط فأنا مقدرتش أخفض السنة دي للدرجة المطلوبة في مثلا السوق اللي أنا بصدر له بشتري شهادة كربون فأنا بخفض بطريقة أنا عن طريق وكيل ليا كان فيه كان فيه حد قال لي أنه هو يعرف واحد فعلا صاحب مصنع في مصر ومصنع صغير يعني خد فلوس من الأمم المتحدة في مقابل تخفيض الكربون كانت فيه آلية التنمية النظيفة فعلا شغالة بيها الأمم المتحدة ودي لجنة من لجان الأمم المتحدة بتشوف انت خفض تأدي إيه اللجنة دي وبتطلع لك شهادات بيها والشهادات دي بتتداول على منصة اليو ان اف تريبل سي وبتتباع وتاخد فلوس بس هذه الآلية استبدلوها بآلية أكثر شفافية وأكثر دقة اسمها البند ستة اربعة في اتفاقية باريس ودي إحدى طرق لتمويل الدول النامية في موضوع شهادات الكربون وده اسمه انطلاق سوق الكربون العالمي من خلال منصة الأمم المتحدة والأمم المتحدة بتقبل شريك في هذا الموضوع بتاخد خمسة في المية من تداول الشهادات عشان تديها للدول النامية تخفض بيها أو تعمل تكيف بيها مع الإجراءات الموضوعية تعمل اقتصاد أخضر فالمهم دي خطوة على الطريق خطوة كبيرة على الطريق وابداية جميلة ان احنا يقبع عندنا في مصر سوق كربون طوعي وان شاء الله بنتمنى ان خلال سنتين يقبع عندنا سوق كربون الزامي وسوق الكربون الالزامي ده حيتيح ليك انك انت المنتج بتاعك تخدره وإلا حتدفع ولو ما التزمتش بالمعايير اللي حطاها الدولة المصرية هتبدأ تدفع في شهادات كربون واللي التزم هيبيع شهادات كربون في حافز للي التزم وفي يعني نقول تعويض من اللي ما التزمش كريدت بتقبل بقى ايه يعني هو كأنه مدين بيها يعني دي بقى سوق اللي بنقول ايه ارصدة الكربون الكريدت مارك